مرضى السكري في هذه الحلقة نصم الله سبحانه وتعالى وإذا كنا نصم الله سبحانه وتعالى فنمتتل الأمر لله ونأخذ الرخص فإن الله يحب أن تأخذ رخصه كما تؤتى أعزائمه لذلك فإن المريض يدير لنسونين ممنوع منعا باتا من الصيام ويجب على الطبيب أن لا يتجاوب مع رغبة المريض في هذا الإطار لأنه سيؤدي به إلى مخاطر يقدر يؤدي به إلى مخاطر اللي يخصى نفهمه بأنه داء السكري هو ارتفاع السكر والسكر يبغي الماء في الجسم يبغي الماء الصيام هو انقطاع عن الأكل وعن شرب المياه فهنا عندنا خطرين أول حاجة هي الخطر الكبير جدا هو انخفاض نسبة السكر لأنه الإنسان ما عنده شو جسم ولنسولين اللي كينضم هذه العملية ديال حرق السكر كذلك عندنا المياه السكر كيكون مرتفع في الجسم والمياه ما كيناش فهنا كين خطر الوقوع ارتفاع كبير جدا للسكر وهذين الأمرين يعني لا الارتفاع ولا الانخفاض ديال السكر خطيرا جدا يؤديان إلى الإصابة بالإغماعة واللي إغماعة السكري واللي تقدر تؤدي إلى الوافاة طبعا كما قلنا الله سبحانه وتعالى بغانا نصحه بالصيام وعطانا أمر ولكن اعطانا المريض رخصة فيجب أخذ الرخصة في هذه لأنه كنرجعه من صيام الله سبحانه وتعالى إلى التأدية إلى التهلكة النوع الثاني كين بعض الأمور اللي ضروري كنأخذها بعين الاعتبار عاد باش نقرروا المريض واش يقدر يصوم أو لا لا من بينها العمر من بينها الخزان مش حال كين على مدة تسعة أشهر كذلك من بينها يعني أين يتواجد أي بلد لأنه يختلف فالصيام وحتى الفصل الصيام مثلا في واحد البلد اللي كيكون دائما فيه فصل يعني جو حار ماشي هو الصيام في واحد البلد اللي فيه جو بارد اليوم على حسب ساعات الصيام كذلك يعني هناك يختلف الأمور لكن يعني بصفة عامة مريض سكري اللي عنده أقل من 6.5 وكيتبع يعني أدوية خفيفة جدا واللي ما كتسببش إغماءة السكري بسبب الانخفاض الحاد فهذا كان سبحوه ويصوم بمراقبة لأن المعلومة اللي سيعرفها مريض سكري بأن الخطر صفر مع الصيام لا يوجد لا يوجد هناك خطر صفر على الوقوع في الإغماء ووقوع حتى الوافاث لذلك فهنا يقضي المريض بأنه يعبر السكر في الأصبع أو في بوسيلة أخرى ثلاث مرات في اليوم وكما كان عرفوا في البلد المستوى المعيشي لا يسمح المريض السكري بأنه يراقب السكري ثلاث المرات في النهار لذلك فهو صعب جدا مراقبة المريض بالطريقة الصحيحة وتركه ياسهم لذلك أنا كنصح جميع مرضى السكري أنهم يتوجهوا الطبيب باش يرقبوا السكري ديالهم وباش هو يعطيهم القرار النهائي وأنه إذا حسوا إليه وإلى وفق لهم الطبيب على الصيام وحسوا بإعياء حسوا بعرق حسوا بجوع حسوا يعني برعشة أو لا حسوا بحل إغماءة أو لا حسوا بالجافة في الفم ديالهم أو لا حسوا بالإعياء أو لا حسوا بالرغبة في النوم فخصهم يفطروا في الحين لأنه خصوصا الإغماءة هذا النقص السكري أو لهبوط السكر في الدم خطيرة جدا تؤدي إلى الوفاة في ساعات قليلة آخر نصحة هي أنه الناس خصها تفهم بأنه نعود نؤكدها سننصوم الله سبحانه وتعالى لا ننصوم على حساب الهوى ديالنا لأنه لا نتبع الأهواء في الدين ديالنا لأنه شهر رمضان هو شهر روحي لا يريد شهر صحي أو شهر لقاءات أو رياضة أو لا أولا شهر روحي ويترتب عن ذلك الروحانيات بعض الآثار الإيجابية في الجسم يعني لا يريد نفقد الرؤية ديالنا على شهر رمضان ونبقى نتبع الهوى ديالنا لا ننصوم مع الناس لا فالله سبحانه وتعالى فتحنا المجال أنه الإنسان المريض يفطر فلابد تقيد بما يقوله الله سبحانه وتعالى في قرآنه وبما يقرره الطبيب وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا